لا تحلفوا البتة هذا هو كلام يسوع المسيح فأيام المسيح طبعا علماء وفقهاء الدين قالوا إن القسم بالله ملزم يعني بيلزم الشخص اللي بيقسم لكن القسم اللي طبعا لا يذكر فيه اسم الله فغير ملزم عرف كأنه الوحد بيتعامل مع الله إنه غير موجود وإنه الله ضعيف أو صغير وهي مشكلتنا على فكرة في الشرق الأوسط الرسول يعقوب يعني قال شيء مشابه لكلمات يسوع المسيح قال لا تحلفوا يعني لا تحلفوا البتة لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر بل تكن نعمكم نعم ولاكم لا لألا تقعوا تحت ديننا قال يسوع وما زاد على ذلك فهو من الشرير الرسول يعقوب قال لألا تقعوا تحت ديننا فشو اللي عم بيصير حتى يتهربوا من الوفاء بوعودهم أو الأقسام اللي بيقوموا فيها يعني إنه ما يذكروا اسم الله فمثلا بيحلف بالسماء وبالأرض وبقرشليم وبعدين صار بيحلف ببراسه وبشعراته وبخالته وبعمته بيحلف بفلان وفلان أو بيحلف بالهيكل وبيحلف بأشياء كتير فالإنسان حتى يتحايد شيء يعني اسم الله القدوس صار يحلف بأي شيء فالمسيح علم لا تحلفه يعني البتة لا بالسماء لأنه السماء هي كرسية الله بحسب طبعا نموة إشعية ولا بالأرض لأنها موطئ قدمي ولا بأرشليم لأنه أرشليم هي مدينته ولا تحلف بالرأس يعني فالإنسان هو خليقته للرب الأرض ملؤها وكل الساكن الساكنون وكل الساكنين فيها يعني الأرض وكل ما فيها هي ملك الرب الله غير محدود لا تحد سموات ولا تحد أرض فالإنسان اللي بيحلف في مكان في زمان في رأس هو عم بهين الله إن حلفت برأسك فأنت مخلوق على صورة الله وإن حلفت في أرشليم هي بلده وإن حلفت بالسماء هي يعني السماء كرسية الله إن حلفت بالأرض فالله موجود وحاضر في كل مكان طبعا المسيح نهى بالكامل عن الحلفان لأنه بالواقع إنه هو موجود في كل مكان مثل ما ذكرت السماء كرسيه الأرض موطئ قدميه أرشليم مدينته حتى يعني إحنا كأشخاص ما منقدر نتحكم بشعرنا شو لونه اسود ولا إبيض ولا شايب أو بيسقط أو لا يسقط العاوز أقوله كل ما تقوله كل كلمة أنت بتقولها هي أمام الله حتى يعني بولوس لما تكلم قال أقول الصدق في المسيح ولا أجذب وضميري شاهد هذا الكونسبت موجود في العهد الجديد وموجود مرارا وتكرارا إنه يتكلم الصدق بدون الحلفان أو استخدام اسم الله باستهطار ترجمة نانسي قنقر